كم من أناس والله الذي لا إله إلا هو يتمنوا إن أبوهم وأمهم يرجعوا ويقبلوا الترب اللي يمشوا فوقها والديهم يتمنى لو أبو أمه ربنا يرجعهم حتى يتفننوا في إرضائهم فيا من ما زلت تدرك وتسمع وتعقل وبين يديك والديك أرجوك تفنن في إرضائهم ما أحب الله منك طاعة بعد طاعته مثل طاعة الوالدين وبر الوالدين أحب الأعمال إلى الله الصلاة الوقتها وبر الوالدين أكبر الكبائر عند الله الإشراك بالله وعقوق الوالدين على طول ثاني حاجة أكبر مصيبة بعد الشرك إنك تكون عاق أعظم طاعة بعد الصلاة إنك تكون بار بوالدك على كذا بيربينا المولى سبحانه وتعالى وبربينا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصعبه سلم لذلك أرجوكم هذا عنده والدان شيخان كبيران عرف يستغل هذه النعمة الكبرى فيتقرب منها إلى الله سبحانه وتعالى إنه كان لي والدان شيخاني كبيرا ولي إمرأة ولي الصبية وكنت أرعى عليهم وكنت إذا حلبت بدأت بوالدي قبل الصبيتي وإني أمسى بي ذات يوم الشجر تخرت في الطريق فأمسيت فأتيت والدي فإذا هما قد ناما فجلست أنتظرهما والصبية هو يقول فهد والصبية يتضاغون عند قدمي فلم يزل هذا دأبي حتى طلع الفجر ليش انتظرت لوع الفجر عشان يستيقظ الوالدين فيسقيهما قبل ما يسقي أولاده ثم بعد ذلك يسقي أولاده يا رب إن كنت عملت هذا العمل خالصا لوجهك ففرج عنا ففرج الله عنهم فرجة قال ففرج عنا فرجة نرى بها السماء هو وكأنه كان هذا طلبه فاستجاب الله له طلبه فحصلت الفرجة اليسيرة حتى استطاعوا أن يروا وينظروا إلى الخارج ولكنها ماتك فيهم للخروج فأتى الثاني ونعمة ما شاء الله الحمد لله أن الثلاثة كانوا كلهم صلحة وكل واحد عندهم يعني كل واحد منهم عنده عمل يستطيع أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيا رب خذ بيدي واجعل عندي واجعل عند من يتابع ومن يسمع ومن يشاهد عندنا أجمعين من الأعمال ما إذا دعوناك بها يا رب استجبت لنا يا رب العالمين فإذا بالثاني يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فيا ترى بماذا توجه توجه بأمر لربما نحتاج في زماننا هذا أن نتأمل كثير في زمن نسأل الله السلامة والعافية صرت أسمع من بعض الشباب أن الحرام أصبح فيه سهلة ربما أحيانا الحلال يصبح صعب في بعض الماكن أو في بعض الأزمن أو في بعض المواطن والحرام يصبح سهل ربما الحلال تسجد بصعوبة والحرام لو ربما هو من يبحث عنك تسمع هذا الحديث تتأمل فيه ترجع إلى عقلك يحفظك الله سبحانه وتعالى تنجو الثاني ما خبره كانت عنده ابن عمة متعلق بها يموت فيها يحبها مجمون بيها كل هم وكل بغيته كيف أنه يقع بها فإذا بهذا الرجل يتحول ويحول هذا الشغف وهذا الحب وهذه العلقة إلى باب فرج عند الله سبحانه وتعالى كيف؟ هذا اللي سنتذكره بإذن الله سبحانه وتعالى هذا اللي سنواصل عنه الحديث في الأعمال الصالحة التي بها يتقربون إلى الله وأرجع وأعيد وأقول كل واحد فينا يحتاج أن يجعل عنده نصيب من الأعمال التي إذا مر بأزمة أو بمصيبة قال يا رب إن كنت عملت هذا العمل خالص وجهك الكريم ففرج عنا الله يفرج عنا وعنكم جميع الكرب اللهم آمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين موسيقى